سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن الطريقة التانية لحساب المساحة بمعلومات الاحداثيات تكلمنا في الفيديو اللي فات عن طريقة والفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن طريقة تانية هنستخدم في ان شاء الله نفس اللي احنا استخدمناه في الفيديو اللي فات علشان المعلومة تكون فيها متابعة مع بعضنا طبعا احنا قلنا ان الشكل ده كده معلوم بالنسبة لنا ان هو عشرة في عشرة بمية بتاعه وبس ايه بنستخدم للتبسيط على اساس ان احنا نوري ان احنا الطريقة اللي هنوصل لها النتيجة اللي هنوصل لها هي النتيجة اصلا المعلومة بالنسبة لنا وان الطريقة نجحة نتوكل على الله هنقول الارية بتاعتنا تساوي نص وبعد كده هنحط الكوردنات بتاعنا طبعا عندنا اول كوردنات مية على مية نفس الشكل كوردنات التاني مية وعشرة على مية الكوردنات التالت مية وعشرة على مية وعشرة كوردنات الرابع مية وعشرة على مية لا اه مية على مية وعشرة بعد كده هنرجع ندخل كوردنات الاولان اللي هو مية على مية كده احنا عملنا الخطوة دي هنيجي نعمل ايه هنا هنقول بارية تساوي نص نفتح كوس كبير كوس صغير داخلي نبدأ نعمل نفس الطريقة اللي في المرحلة الاولى هنضرب ده في ده في ده في ده وبعد كده نرجع نضرب ده في ده في ده تمام نفس الطريقة هنيجي هنا هنقول آآ مية في مية عشر تلاش زائد مية وعشرة في مية وعشرة اتناشر ومية زائد مية وعشرة في مية وعشرة اتناشر ومية زائد مية في مية وعشرة تلاش مية في القوس بعد كده هنقول ناقص مية في مية وعشرة عشرة الف نزائد مية وعشرة عشرة الف وبعد كده هنقفل نقفل للكوس كبير اتساوي مص مجموعة الاكسات المضروبة في الويات اربعة واربعين الف ومتين ناقص مجموعة الاكسات المضروبة في الاكسات اربعة واربعين الف يساوي يساوي مية ودي مساحة بتاعة الشكل بتاعنا اللي هو عشرة وعشرة مية اتمنى ان كنا اضافنا اضافة للمعلومات اللي عندكم لو اعجبكم الفيديو ان شاء الله اعملوا لايك ولو مش مشترك في القناة اشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا